موسيقى بياخد الدخان الخبز بياخده لبكرة هاها تعرف يا بانس والله أنا شكلي نسيت أنه في عنده خبز في الضوان ببدي أخد خلاص بكيد الدخان والخبز هلل لأ مشوار تاني هياك الله أبي حيزة فيه لأ مشوار تاني لبكرة أحسن هل سهل الخبز لبكرة إن شاء الله على روص يالله السلام عليكم هياك الله أجابابة أجابابة يا الله يا الله السلام عليكم وعليكم سلام شو رفتخرت الله تعبين الاكل برد والولد نام نستنى في الخبز تبوني الخبز يا بنت الحلال ما إحنا كان عنا خبز ظل عنا خبز عنا شفته مش نبيرة حطت لك يام عشان تتعشع مزبوط تعطي لي يام للعشع نش خلينا أروح أجيب خبز نسيت أجيبه صح أنا فكرت إنه في عنا خبز ده روح أجيب خبز إحنا في عنا خبز نشعب خبز أجيب خبز أجيب خبز خبز ملعون أبوك يا الدخان ملعون أبوك يا الدخان ملعون أبوك الإمكانيברים بستنوا قاعدين عالطالة دا الخبز أنا أنا جبت رحت دخان والخبز ما جبتوش ملعون أبوك يا الدخان ملعون أبوك يا الدخان بجنت ملعود mio الدخان أنا بديت الدخان عن الخمز أولادي ناموا وبيستنوا فيه وأنا طلعت عن الدخان ولادي ناموا جاعنيين ناموا جاعنيين وبيستنوا عشان يأكلوا أنا بديت حالي والدخان عن أكل وشربي بجنت ملعود WD بجنت ملعود أبوك ياد دخان صدونا يا جماعة الخير للأسف للأسف إنه إحنا ما بلغنا في الموضوع كتير ناس في بده الدخان عن الخبز بده الدخان عن شغلات كتير من أساسيات الحياة للأسف يمكن التدخين والدخان اختلفوا فيه العلماء والفقهاء ما بين حرام وما بين مباح ومكروه مش عارف ايش انا زلم مش مفتي احكي في موضوع الشرع ولكن انا بوجهة نظري ان الدخان حرام شرعا وفرعا قدام الله واجويد الله وعباد الله اذا الدخان ده يحرم ابنك الخبزة اذا انت فضلت الدخان عن لقمة الخبز اللي ده يكلها ابنك اصبح الدخان حرام وبوجهة نظري داش افتاء ولا بدها مفتيين ولا بدها وجمهور وعلماء بدوش يا جماعة الخير بدوش الدخان عن مطلبات الحياة لحياتنا واشواقنا